كذلك من المساء المتعلقة بهذا الباب أحبتي من دخل إلى جوفه شيء رغما عنه دخل شيء إلى جوفه رغما عنه هل يكون مفطيرا؟ فمثلا إنسان دخل الماء إلى جوفه أثناء المضمضة في الوضوء وهو صائم رغما عنه ولم يتعمن ذلك خلاصة المقام من دخل إلى جوفه شيء رغما عنه ودون اختيار الضوابط مهمة جدا نحفظ المسألة بضوابطها إذا من دخل إلى جوفه شيء رغما عنه ودون اختيار كمن طمض مضى أو استنشق أو استحمى فدخل الماء إلى جوفه دون اختيار أو دخلت إلى جوفه زبابة أو غبار طريق رغما عنه فصومه صحيح ولا شيء عليه لأن الضابط في الباب هو ما لا يستطاع التحرز منه لا يفصد الصوم يعني الشيء اللي ما أقدرش أمتنع عنه وأتحفظ عنه ورغما عنه هذا لا يفصد الصوم فكل أمر غلب عليه الصائم كل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره لأن التكليف حسب الفعل لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم لكن هنا محتاجين نعرف الأمر اللي غلب على الإنسان ده مقيد بإيه أن يكون الشيء المنافل الصوم شيء لا يستطيع الامتناع منه عادة ما يكونش هو متساهل في فعل أسباب الفطر وتعمد إدخال شيء إلى جوفه ثم يقول سأتحكم فيه فيدخل فهذا لا شيء لا يكون رغما عنه غبار الطريق دخان في الطريق ما إلى غير ذلك رغما عنه فإذا يشترط أن يكون الأمر الذي تعرض له الصائم مما لا يمكن التحفظ منه عادة أي لا يمكن له أن يمتنع منه فالعادة هنا هي المعروفة في عرف الناس أن الإنسان ما يقدرش يمتنع عن هذا وهكذا طيب أن يتعمد الصائم ألا يتعمد الصائم ملابسة الفطر عشان خاطر ما يفطرش بالشيء اللي هو دخل رغما عنه لا يتعمد ملابسة الشيء المفطر فيشترط لجريان العفو في الشيء الذي لا يمكن التحفظ منه أنه هو يأتي للصائم يعني عرضا لكن لا يتعمد الصائم أنه هو يلابسه زي إيه؟ الريق مثلا الإنسان لما بيبلع ريقه ما فيش مشكلة وهو غير مطالب بالمجج بعض الناس متكلفين كل شوية يمجج الريق لا من قال لك هذا الأمر مأفو عنه لكن لو تعمد تجميعه تجميعه ليصبح شيئا كبيرا في الفم وثم بلعه هذا تعمد الملابسة فتعمد الملابسة غير الشيء اللي هو إيه؟ الشيء الأساسي اللي هو لا يستطيع الإنسان التحفظ منه فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا الأمر كذلك مثلا من المسألة المتعلقة بهذه المسألة شخص مثلا بيتمضمض بيتمضمض للوضوء والمضمضة مش ممنوع منها في الوضوء على الراجحين مضمضة مش مضموعة منها الرسول صلى الله عليه وسلم نهى فقط عن المبالغة في الاستنشاق أما المضمضة فجائزة فإذا تمضمضة كل اللي علنه ويمج ما في فمه بس ده كل اللي انتهى يمج ما في فمه من الماء مش مطالب أنه هو كل شوية يخرج الريق والشيء البسيط اللي بيختلط بالريق معفو عنه معفو عنه لأن هذا دخل تحت الضابط اللي احنا فيه شيء يعني يشق الامتناع عنه فعنده إذن هذا معفو عنه والنادر لا حكم له فده شيء بسيط نادر لا حكم له فالشيء البسيط النادر الذي لا حكم له فالراجح أنه هو معفو عنه لا يتأثر به الإنسان وعليه يعني لا يؤثر على الصيام وعليه هو غير مطالب أنه هو يتعمد أنه بعض الناس يمسح لسانه ويتعمد أنه يمج البصاق أكثر من مرة بعض الوضوء أنت غير مطالب بهذا أنت غير ممنوع من المضمضة وأنه يسن لك المضمضة في الوضوء ولا تبالغ فقط في الاستنشاق وتمج ما في فمك فقط وما في الريق معفو عنه فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا فدل من ذلك على أن النادرة لا حكم له وإذا كان الشيء النادر لا حكم له ففي هذه الحالة طالما أنه معفو عنه فيرد على ذلك أو يدخل تحت هذا الباب على الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة المريض الذي مريض الرب والذي يحتاج إلى بخاخ الاستنشاق أو ما إلى غير ذلك فعنده إذن إذا احتاج إليه فلو فرد ودخل شيء يعني إلى البلعوم منه فبيكون صغير جدا لا يوازي الشيء المعفو عنه في موضوع الريق أو الذي يعلق بريق الإنسان أثناء المضمضة في الوضوء فده بيكون على الراجح معفو عنه وإن كان مسألة فيها خلاف والأولى للإنسان يبتعد عن ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا ما استطاع إلى ذلك سبيلا لكن إذا كان يحتاج إليه هو مريض والطبيب وصفه له والأمر كما ذكرنا شيء نادر الذي يدخل فلا شيء عليه لكن لا يتعمد في غير احتياج كالمرأة التي مثلا تعمل بخار مثلا لأجل البشرة أو ما شابه وبيدخل شيء منه إلى الفم هذا ليس عزرا فهذه المسألة وكما ذكرت المسألة محل خلاف بالنسبة للبخاخ الرب فالأولى التحفز منها ما استطعنا ما لم تكن إليها حاجة وضرورة فعندئذ الأمر كما ذكرت والراجح أنهم عفو عنها والله تعالى أعلم